قانون المناقصات العامة أعاده المجلس إلى اللجنة المالية البرلمانية نظراً لحجم التعديلات والإضافات النيابية عليه لا سيما أنه صدر عام 1964 ولم يراعي المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية والفنية وله سنوات عديدة يراوح مكانه بالنقاش إلى أن تم عقد العزم على إنجازه في دور العقاد الرابع للمجلس قانون المناقصات قانون شامل وقانون كبير وممكن أقدر أقول من سنة 2000 وهناك مشروع قانون حكومي وتغير وتعدل لـ 2012 وللآن في أرواقة المجلس واللجان وهذا القانون حتى لو يطلع من المجلس يعني راح يكون هناك فيه آراء مختلفة لأن القانون يعني يمس كل القطاعات التجارية والأعمال في البلد خاصة إذا عرفنا أن الدولة هي الرائع الأكبر للمشاريع حتى الآن وبالتالي يعني لجنة المناقصات تطرح كافة المشاريع من الصغيرة للكبيرة للجانبو الشفافية التامة في إجراءات المناقصات وطرحها وترسيتها روح القانون الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية على صعيد المشاريع التنموية منعنا المقاول اللي يبيع مناقصته إذا طلع الأول يتركها للثاني مقابل مبلغ راح نعاقبه إذا كررها يمنع من دخول المناقصات المقاول اللي لا يستطيع تنفيذ مشروعة أو يعني يتعثر في تنفيذ المشاريع لا تعطى مشاريع لثانية إلا لما يخلص من الأولى وتكون فيها أسباب مسببة أو أنه أيضا يستبعد من المناقصين تم الانتهاء من القانون من حيث المبدأ والذي يتضمن 98 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق تم الانتهاء من مناقشة جميع التعديلات على قانون المناقصات ولم يبقى سوى الصياغة النهائية للقانون ويتوقع أن أب فيصل الشاي أن يكون جاهزا لتصويت عليه في قاعة عبدالله السالم في غضون أقل من شهر لتلفزيون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر